أهلا بكم أحبائنا الكرام في الحلقتين السابقتين من هذه السلسلة الجديدة رأينا تزييف وطائق لتاريخ الإسلام بالدليل والبرهان اعتمادا على علم الخطاط والمخطوطات واليوم سوف نناقش أكبر تزوير حصل في كتابة تاريخ الإسلام من أجل تشويه تاريخ العرب قبل الإسلام حتى يكون مجيء مؤسس العقيدة الإسلامية محمد بن عبد الله مبررا وتكون له شرعية والسؤال كيف تم ذلك؟ ما هو شائع عند معظم المسلمين هو ولادة محمد في بيئة وثنية وتربى وترعرع وسط أناس يعبدون الأصنام والأوتان كلات والعزة ومنات الثالثة وهبل وغيرها من أسماء الأصنام وجاءت بعض المراجع الإسلامية في العصر العباسي كالسيرة النبوية لابن إصحاق والأصنام لابن الكربي وتاريخ الطبري لتخبرنا عن أسماء هذه الأصنام وأماكن تواجدها وأشكالها وبعض الطقوس التي كان أهل الرسول وعشيرته يقتربون بها إلى هذه الأوتان والأصنام والكل صدق هذه الرواية واعتبرها حقيقة مطلقة لكن عندما نرجع للتاريخ المادي وعلم الآطار لا نجد شيئا يؤيد هذه الرواية وبالرجوع للنص القرآني نجد غيابا تاما للحديث عن الطقوس والمعتقدات الوتنية أيام الرسول محمد بن عبد الله وهذا غريب خاصة عندما يركز القرآن على شخصيات محورية للعقيدة الإبراهيمية الموحدة بالله ويكون هناك شبه إهمال بالكامل للحديث عن هذه الأصنام أيام محمد حيث جاء ذكر النبي موسى وقلناها في مرات في القرآن أكثر من 137 مرة ثم يليه اسم إبراهيم الخليل 69 مرة ويتحدث عن أهل الكتاب من يهود ونصارى 54 مرة ويخص بالذكر بني إسرائيل في 40 مقطع ويتحدث كذلك عن المسيح عيسى بن مريم 25 مرة ولادته وإنكار صلبه وتكفير من يؤمن به كإله أو ابن الله ثم يتحدث عن قصة يوسف ونوح وداود وسليمان والعديد من قصص الأنبياء ثم يتناول قصة أهل الكهف الموجودة في التراط المسيحي السورياني وتحريم الخمر وأكل لحم الخنزير والاغتسال من الجنابة وغيرها من الأمور التي تخص اليهود والنصارى والحديث عن إرت والعقوبات في المقابل هناك صمت رهيب فيما يخص طقوس الوتنية عند قبيلة محمد هو كشف زي فيها ونسأل لماذا؟ لماذا يستشهد الرسول بقصص أنبياء بني إسرائيل وهؤلاء الوتنيين لا يؤمنون أصلا بها؟ نعم فالقرآن ذكر أسماء بعض الأصنام كود وسواع ويغوت ويعوق ونصر وهي أصنام قوم نوح كما جاءت في سورة نوح الآية 23 وبالتالي لا دخل لها بعشيرة الرسول كذلك ذكر القرآن الإله بعل كإله قوم النبي إلياس وذلك في سورة الصافات الآية 125 أتدعون بعلا وتدارون أحسن الخالقين؟ انتهى المقطع وما يهمنا في هذه الحلقة هو الذكر لأربع آلهة في سورة النجم وهي اللات والعزة ومنات الثالثة في الآيتين 19 و20 ثم شعراء في الآية 49 وهي آلهة لعاد وتمود كما تشير الآيتين بعدها وهاتان القبيلتين من القبائل العربية التي عبدت هذه الآلهة بعد طفان نوح كما يخبرنا القرآن فعبادة هذه الآلهة الأربعة من طرف عاد وثمود لا يعني أن أهل الرسول وقبيلته كانوا يعبدونها بل يخبرنا القرآن أنها بقيت في ذاكرة العرب وتحولت من آلهة تعبد وتوجل إلى مجرد أسماء ملائكة يطلبون شفاعتها كما يتضح من الآية 26 وهي أسماء ما أنزل الله بها من سلطان كما يقول وهي بالضبط كما يتضرع النصارى بأسماء القديسين واليهود بأسماء أحبارهم كما يتضح من سورة التوبة الآية 31 وكذلك المسلمون يتضرعون إلى الله بجاه النبي محمد وهذا ليس معناه أنه إله إذن العرب في القرن السابع الميلادي لم يعبدوا هذه الآلهة فقد بدأ أفول عبادة الأصنام عند العرب أيام سقوط مملكة الأنباط في بداية القرن الثاني الميلادي وبدأت تحتضر عند سقوط مملكة تدمر في أواخر القرن الثالث الميلادي ثم تحول معظم العرب إلى المسيحية بعد إعلان الإمبراطور الروماني في عهد قسطنطين الأول العقيدة المسيحية الدين الرسمي للدولة والسؤال المطروح هل منطقة الحجاز التي عاش فيها الرسول بموجب الرواية الإسلامية بين مكة والمدينة المنورة كانت منطقة وطنية في عصره بالاعتماد على علم الآطار الجواب فيما يخص علم الآطار سواء من طرف علماء أجانب خاصة الفرنسيين أو هيئة الآطار السعودية فلم يعطر على أي آطار أو بقايا أصنام تعود للقرن السادس أو السابع الميلادي في مكة والمدينة فقد أعطيت هيئة الآطار السعودية تصريحا ببناء أبراج شاهقة عند توسع الحرم المكي وبناء فنادق دخمة ومحلات تجارية جنبها يتطلب بناء أساساتها حفرا عميقا في الأرض وبعد هذا الحفر لم يعطروا على آطار مهمة تؤكد وجود عبادة أوتان في مكة وبالتدقيق فيما عطرت عليه البعتة الفرنسية للآطار وعلى رأسها العالم الفرنسي كريستيان جوليان روبين الذي أكد تغلغ العقيدة المسيحية في جنوب السعودية أما من جهة الخليج فتؤكد الدكتورة موريال ديبي سنة 2015 بنقاط توزيع هذه الآطار المسيحية في منطقة الخليج كقبائل بنياس في الإمارات وبيت قطرايا والمليحات بقطر والقصور بالكويت أما في جهة الشمال حدود العراق والأردن وجود الديان المسيحية بقوة بين مملكتين عربيتين مملكة المنادرة والغساسين فالأولى كانت فيدرالية تابعة للفرص يسود فيها المذهب النسطور النصراني بينما الثانية كانت فيدرالية تابعة للروم البيزنطيين يسود فيها المذهب اليعقوبي المسيحي بينما على الضفة الغربية من البحر الأحمر نجد مصر وشمال السودان تابعة للكنيسة الأرتدوكسية إذن العقيدة المسيحية تطوق كل من المنطقة التي يقال عنها مسكة رأس الرسول والمكان الذي هاجر إليه وبما أن الخطاب القرآني موجه بنسبة 99.99% لليهود والنصارى فلا مجال أن نقبل بفرضية وطنية أهل مكة في عصر الرسول فقومه حسب الدراسات العلمية الحديثة كانوا موحدين بالله وهذا ما يؤكده القرآن في سورة الزمر الآية 38 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفريتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات دره فالآية واضحة وضوح الشمس على أن قومه يؤمنون بأن الله هو خالق كل شيء العيب الذي تشير له الآية هو أن هؤلاء القوم يدعون ويتدرعون للملائكة والرهبان والأحبار كشفعاء لهم عند الله ولا يدعون الله مباشرة كما رأينا في الآية 26 من سورة النجم والآية 31 من سورة التوبة ودور الشفعاء من رهبان وأحبار وملائكة حسب عقيدة هؤلاء العرب يكونون فقط واسط بين العبد وخالقه كما تقول آية 3 من سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوننا إلى الله زلفا وبهذا المعنى تتغير النظر الدونية تماما لهؤلاء القوم الذين أنجبوا لنا الرسول والصحابة والتابعين والسؤال المطروح ما نسبة الكذب والتزوير في الرواية الإسلامية التي وصلتنا والتي جعلت أهل الرسول وعشيرته عباد للأصنام ولأوتان للرد على هذا السؤال لنا لقاء معكم في الحلقة القادمة فكونوا معنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر